سعاد من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا متزوجة وزوج عصبي وغضوب وأخلاق سيئة للأسف يقبحني وإذا تشاجرني يضربني ويتهمني في نوايايا وإذا نصحني أغلض وشدد علي شديد التدقيق يتكلم في كل شاردة ووالدة شديد الانتقاد يشهد الله أني لم أزد عليه ومع ذلك لا أنكر أنه إذا ذهب عنه الغضب عاملني بإحسان ولكن أيام غضبه أكثر بكثير من أيام صفائه ويقول لي تقبليني كما أنا لأنني رجل وأنا القوام وأنتي امرأة لازم تصبري حتى صرت مضطربة نفسيا وعامله بالمثل أشتمه وأرفع صوتي ولا أكلمه أعلم أني آثم لكن هل يجوز له أن يسيع عشرة ما العمل لقد قنطت ويئست فما نصيحتكم سعاد من الجزائر بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك أخت الفاضلة أولا أولا يعني يجب على الزوجين أن يعاشر بعض بالمعروف لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وكون الرجل هو القائم على البيت لا يعني أن يتعسف في استعمال هذا الحق الممنوح له شرعا أو يظلم أو يقوم بمثل هذه التصرفات ولا يجوز إلى المرأة أيضا إذا كان زوجها لديه من الجهل والحمق والغضب أن تعامله أن تعامله بنفس الطريقة يعني هذا ستكون دوامة بينكم أو سلسلة ما تنتهي سلسلة ما تنتهي لهذا بارك الله فيك الأصل المعاشر بالمعروف هذا الأمر الأول الأمر الثاني يظهر والله أعلم أن يعني الشيطان يظهر له كرسي عندكم في البيت والله أعلم واضح بأن الشيطان واضع كرسي في البيت ويحرش بينكما بهذه الطريقة لذلك أنا أسألك سؤال هل تذكرون الله في البيت؟ أنتم تذكرون الله على الطعام والشراب وعند النوم وعند دخول المرحاض هل تقرؤون سورة البقرة في البيت مثلا؟ هل فيه في البيت أشياء تمنع دخول الملائكة؟ فتشوا فتشوا يا أخت الفان لأن بعض الناس الآن يستغرب بعض الأخلاق والتصرفات الموجودة من بعض أفراد الأسرة والسبب بما جنته أيديكم فتشوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سورة أو في لفظ تمثال إذا ذهبت الملائكة من الذي يخلفها؟ الشياطين الشياطين فواضح أن الشيطان جالس ألعب دور خطير وكبير جدا للتفريق بينكم المسألة الثالثة أخت الفاضلة بالنسبة لزوجك الواجب عليه إذا غضب أن يستعمل الوسائل والطرق الشرعية في إبعاد الغضب وكنسه وإزاحته لا في البقاء عليه والاطمئنان به والاسترسال معه عجيب أمر زوجك يعني حتى أنه يقول لك والله أنا كذا لازم تقبليني كذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني يريد وصاية قال لا تغضب يقول الراوي فنظرت فرأيت في أن الشر كله في الغضب الإنسان في ساعة الغضب والعياذ بالله قد يكفر بالله نعوذ بالله في ساعة الغضب قد يكفر بالله قد يسب دين الله قد يسب القرآن في ساعة الغضب قد يقتل والعياذ بالله هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم القتل هي بدايتها ما هو الغضب غضب فقتل في الغضب يطلق الإنسان قد يضرب من أمامه ضرب يتلف له عضو مثلا يتلف له عضو أو يحدث فيه عاهة مثلا في ساعة الغضب قد يقتل الإنسان نفسه والعياذ بالله وجدت حالات بعض الناس غضب فقتل نفسه والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام لذلك قال الراوي فنظرت فرأيت الشر كله في الغضب والله جل وعلا ماذا يقول يقول الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لهذا بارك الله فيك زوجك المفترض بمجرد أن يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك إذا كان قائما واقفا يجلس وإذا كان جالسا يتجع إذا كان غضب هو جالس يتجع وإذا كان قائما يجلس البعض الفقهاء يقول بأن إذا اشتد علي الغضب يغتسل أو يتوضى هذا طبعا ليس فيه دليل لكن يقولون بأن الغضب جمرة من الشيطان والعياذ بالله والنار لا يطفئها إلا الماء كذلك الإنسان يترك المكان الساخن اللي في المشكلة هذه إذا كان أنت في مكان هو ينبغي له أن يخرج من هذا المكان أو أنت تخرجين لأن وجود الشخص الذي يعني تسبب في هذه المشكلة أو كان طرفا هذا ما ينهي الأمر هذا يزيده وذلك تخرجين أنت أو هو يخرج قضية تستمرون به مثل هذا الطريق لا شك بأن هذا شيء أنت تقولين وصلت إلى يأس وقنوط من التعامل مع مثل هذا الزوج فعلى الزوج أن يتق الله وأن يخاف الله واضح بأنه متمسك بك وأنت متمسك به لكن الشيطان الآن يحرش بينكم ويلعب لعبة خطيرة ستنتهي حياتكم الزوجية إن استمريتم على مثل هذا الطريق فيأخذ الفاضل بارك الله فيك أكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله مطرد للشيطان مجلب لملائكة الرحمن شغلوا سورة البقرة في البيت اقرأوها أنتم بأنفسكم اذكروا الله على كل حال ستجدون أن حياتكم قد تغيرت إلى الأحسن والأمثل والأكمل وترون بأنكم انعتقتم من شيء خطير جدا هذه ليست بحياة هذه ما يمكن تكون حياة زوجية ونأوصي زوجك بتقوى الله عز وجل وبعدم التسلط عليك وفهم بأن كونه رجل وقائم على البيت لا يعني لا يعني أن يقوم بظلمك والاعتداء عليك وقول الكلام الذي لا يليق وإنما عليه أن يكون من خير الناس وهو الإحسان إلى امرأته النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله يعني بمعنى الذي لا ليس خيرا لأهله لا خير فيه لا خير فيه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهم لأنهم يضربونهن قال أولئك ليسوا بخياركم لا خير في رجل يضرب امرأته بمثل هذا الطريق الأمر الآخر يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصى وصى الرجال بالنساء في آخر حياته يعني ما بقي عن وفاته إلا شهرين تقريبا وشيء يقول يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله وذكر الحقوق التي بين الزوجين كذلك أنت أخت الفاغل ما دام أنك تعرفين طبيعة زوجك ونعصبي وينفعل يعني كوني يعني عاقلة وناضجة بحيث أنك الأشياء التي تستفزه وتجعله يثور كالبركان ابتعدي عنها ابتعدي عنها وإذا حصلت المشكلة انسحبي الانسحاب هذا يدل على يعني ليس كل انسحاب هزيمة لا الانسحاب نصر أحيانا الانسحاب يدل على على رجاحة العقل أحيانا لماذا؟ لأن بقائك أمامه في مثل هذه الحالة يطورها أكثر ويجعلها تكبر فأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يجمع بينكما وعليكما بذكر الله وبتقوى يعني الكثير من قراءة القرآن وقراءة في السيرة النبوية السيرة النبوية جميلة جدا اقرأوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا في حياة الصحابة الكرام صدقوني بأن هذا يلين القلوب القاسية يرقق الطباع يجعل الإنسان يأخذ دروس وعبر في حياة تبارك الله فيك تبارك الله في حياة النبوية